لم تكن المحادثات الكردية الكردية التي بدأت قبل أسابيع بين حزبين متنافرين على مدار سنوات إلا مؤشراً ربما على انعطافة كبيرة بالملف الكردي السوري فهذا هوشنيك أوسي الكاتب السوري الكردي والخبير في شؤون حزب العمال الكردستاني يعلنها قوات سوريا الديمقراطية طردت بدعم أميركي رجل جميل بايك في سوريا واسمه صبري أوك أحد القياديين الكبار بحزب العمال وهو ضمن قائمة من ثلاثة آلاف اسم أجنبي قامت واشنطن بتسليمها لقصد رابطة وجود قواتها في سوريا بتنفيذ تلك الأوامر ويرى الكاتب الكردي أن ما يجري يعادل طرد عبدالله أوجلان من سوريا في عام 1998 علاقة حزب الاتحاد الديمقراطي بحزب العمال كان مثار جدل على مدار سنوات بين الأكراد أنفسهم ومع باقي المكونات في الجزيرة السورية ثانيا وأبرزهم العرب وبالطبع مع تركيا التي شنت ثلاثة عمليات عسكرية آخرها نبع السلام لتمزيق مشروع الإدارة الذاتية الذي كان ممتدا من حلب غربا إلى المالكية شرقا ولعل تلميح أنقرة باستعدادها لإطلاق معركة جديدة وفي الوقت ذاته عدم تعريقها على المحادثات الكردية الكردية يوحي بما يدور خلف الكواليس من ترتيبات تقودها واشنطن التي تدفع باتجاه تشكيل مرجعية سياسية كردية موحدة متناغمة مع جيرانها العرب في الداخل والأتراك بالجوار استباقا لأي حل سياسي شامل قادم في سوريا اشتركوا في القناة